اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم عزيزات الطالبات قبل ان نبدأ في درسنا لهذا اليوم هي بنا كي نتعرف على قرية وزارة التعليم والتعليم العالي في خلولتنا الحبيبة اشتركوا في القناة وهذه رؤيتنا بالعلم نبني قطر بالعلم نبني قطر بالعلم نبني قطر بالعلم نبني دولتنا الحبيبة دولتنا قطر فبالعلم تنهض الأمم وترفض شعوب وتتقدم الأمم الإسلامية بإذن الله تعالى لذا علينا عزيزات الطالبات أن نهتم بالعلم حتى نتقدم ولا نتأخر والآن هيا بنا كي نتعرف على قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع قيمتنا هي التطوع فالعمل التطوعي هو عمل إنساني في أخوة حيث أن الإنسان الذي يكون بهذا العمل يشعر بسعادة بالغة ويشعر أيضا بالأمل ويحبه الناس ويحبه الله سبحانه وتعالى وبالتالي يفوز بالثواب العظيم بإذن الله تعالى وبعد أن تعرفنا على قيمتنا الأسبوعية هي بما كي نتعرف على رؤية مدرستنا رؤيتنا هي إعباد فتيات متعلمات مجدعات قادرات على بناء مجتمع نواعي محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتمسك بالأخلاق الخضيلة والحسنة مثل الصف والأمانة والإخلاص إلى غير ذلك من الصفات الخضيلة التي أوصنا بها الله عز وجل هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الزكية حتى نتخدم ولا نتأثر عن نصية الأمم بارد الله بحيكم عزيزات الطالبات قد بدأنا في الوحدة الثانية من مادتنا الجميلة اللغة العربية وعنوان درسنا لهذا اليوم هو قصيدة بلادي الجزء الثالث بإذن الله تعالى قد قمنا بدراسة الجزء الأول والثاني واليوم بإذن الله تعالى سوف نقوم بدراسة الجزء الثالث ولكن قبل أن نبدأ في الدرس هيا بنا كي نقوم بنشاط التهجئة كما تعودنا قوم بكتابة هذه الكلمة داخل الدفتر ثم بعد ذلك قوم بتهجئتها عزيزة الطالبة أوكف الفيديو والآن هيا بنا كي نقوم بتهجئتها أرياض ألف ولان را يا ألف ضاض أرياض بارد الله فيكم والآن بعد أن قمنا بتهجئت هذه الكلمة هيا بنا كي نقوم بتذكر بعض المعروفين والمعلومات التي كنا بدرنصتها في قصيدة بلادي قصيدة بلادي وهي لشاعرنا الجميل والعظيم إليا أبو ماضي يا ترى أين ذهب الشاعر في مطلع القصيدة هيا بنا نتذكر بعض المعلومات يا ترى أين ذهب الشاعر في مطلع القصيدة نعم أحسنت يا حبيبتي بالفعل ذهب الشاعر في مطلع القصيدة إلى البساتين والرياض الجميلة والدليل على ذلك أنه قال إني مررت على الرياضي الحالية إذن قد تعرفنا على الإجابة في أول بيت من القصيدة السؤال الثاني لماذا يحب الشاعر وطنه يا ترى لماذا يحب الشاعر وطنه أحسنت يا حبيبتي بارك الله فيك بالفعل يحب الشاعر هنا وطنه لأنه وطنه الذي ولد فيه وعاش فيه طفولته البريئة حيث استمتع فيه بأصوات الطيور المغردة والشادية وبجمال الأظهار الملونة أيضا أليس كذلك نعم ورأت الله فيكم يا حبيبتي والآن هيا بنا كي نتذكر كروت ومعايير القراءة الجهرية قبل أن نبأ في قراءة الجزء الثالث يجب علينا أن ننتبه إلى وضوح الصوت وسلامة القراءة ومرعاة علامات الترثيم وتمثيل المعنى والآن فيها حديثات ديابنا كي نقوم بقراءة الجزء الثالث قراءة جهرية واضحة ومعذرة ترجمة نانسي قنقر المرؤة في السير ها موطنا فأجبتهم إني أحب الأحسنا أبدا وأحسن ما رأيت بلادي أحسن وأحسن ما رأيت بلادي ما أجمل هذه القصيدة فهي من أجمل القصائف التي يمكن أن نستمع إليها ونستمتع بها والآن عزيزات الطالبات بعد أن قمنا بقراءة القصيدة يابنا كي نناقش بعض المعاني في الجزء الثالث حتى نوضحها قالوا أليس الحسن يا ترى ما معنى كلمة الحسن أحسنت يا حبيبتي معنى كلمة الحسن الجمال معنى الحسن الجمال وما مضاد كلمة الحسن أحسنت يا حبيبتي مضادها أي عكسها القبح القبح في كل الدناء يا ترى ما معنى كلمة الدناء أحسنتي بعد كلمة الدنى العالم أجمع ومفرد كلمة الدنى مفردها الدنيا مفردها الدنيا مفردها الدنيا أمريك أهزتها أمريك مفردها الدنيا بارك الله فيكم فعلامة لم تمدح ما معنى كلمة فعلامة؟ أحسنتي يا حبيبتي فلماذا؟ معنى كلمة فعلامة فلماذا؟ فلماذا لم تمدح سواها؟ عكس كلمة تمدح تزم عكسها تزم عكس المدح الظم عفوا فعلامة لم تمدح سواها معنى كلمة سواها غيرها غيرها فأجبتم إني أحب الأحسنة؟ معنى كلمة الأحسنة؟ الطبع الأفضل أو الأجمل؟ ما رفضه فيكم هنا عزيزات الطالبات هنا يختم الشاعر القصيدة الجميلة وذلك بمدح بلاده وذلك بقوله إنها أجمل البلاد وعندما سأله وعندما سأله الناس لماذا لم تمدح بلداً غير بلادك؟ قال لأنه يحب الأفضل والأحسن دائماً فهو لم يرى أفضل وأجمل من بلاده ما أجمل شاعرنا العظيم وما أجمل هذه القصيدة الجميلة التي تعبر عن فضل الشاعر الوطنين والآن هيا بنا كي ننطقل إلى التدريبات حتى نكمل ما تبقى لنا من التدريبات هنا فعلا ما لم تمدح كواها موطنة يا ترى ما معنى كلمة موطنة؟ أحسنت يا حبيبتي قد ذكرناه منذ قليل معنى كلمة موطنة أي غيرها فعلا ما لم تمدح سواء موطنة معنى كلمة موطنة أي غيرها هي قومي تحديد الإجابة الصحيحة ما كذا شكراً لكم ننتقل إلى السؤال رقم جين نعم الحوار الذي ضار في المقطع الأخير بين الشاعر ورفاطه يدل على على ماذا يدل الحوار الذي ضار في المقطع الأخير بين الشاعر ورفاطه يدل على جمال بلاد الشاعر عظمة بلاد الشاعر شدة حب الشاعر لبلاده أن الحسن موجود في كل الدنان أحسنت يا حبيبتي يدل ذلك على شدة حب الشاعر لبلاده الطبع هذه هي الإجابة الصحيحة والآن ننتقل إلى صفحة 43 السؤال رقم 3 هاتي من القصيدة ما يدل على المعاني الآتية الخصال الحسنة متمثلة في رجال وطن يا ترى ما هو البيت الذي يدل على هذا المعنى بالطبع البيت هو فإذا المروء أتي في رجال بلادي هيا يا حبيبتي قم بكتابتها فإذا المروء أتي في رجال بلادي شكرا لكم والآن لم أشاهد أجمل من بلادي يا ترى أي بيت يدل على هذا المعنى لم أشاهد أجمل من بلادي بارك الله فيكم بالطبع أبدا 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 وأحسن ما رأيت بلادي أبدا وأحسن ما رأيت بلادي شكرا لكم إجابة صحيحة والآن يا ترى لماذا يعتقد الشاعر أن كل شيء في بلادي أفضل من غيرها يا ترى لماذا لماذا لا يرى الشاعر أفضل من ولا أي بلد أفضل من بلادي يا ترى لماذا بالطبع لأنه يتعلق ببلادي كثيرا ويفضوها كثيرا عندما يتعلق الإنسان بشيء إنه لا يرى أفضل منه أبدا فهو قلبه متعلق متعلق شديد ببلادي بارك الله فيكم لأنه يتعلق ببلادي ولا يرى أفضل منها لأنه يتعلق ببلادي ويفضوها كثيرا ولا يرى أفضل منها والآن بذات الطالبات ننتقل إلى السؤال الخامس الأفكار الرئيسة لنص بلادي بالطبع المقطع الأول قمنا بإجابته في الحلقات الماضية أما المقطع جيميان ترى ما هي الفكرة الرئيسة بالفعل إجابة صحيحة تعلق الشاعر ببلادي دون غيرها تعلق الشاعر ببلادي دون غيرها هذه هي الفكرة الرئيسة من المقطع الثالث ننتقل بعد ذلك إلى السؤال السابع اختر من القصيدة بيتا أعجبك موضحا سبب اختيارك بالطبع هذا السؤال مطلوب لك عزيزة الطالبة فقوم باختيار السؤال عفوا فقوم باختيار البيت الذي ترغبين في اختيارك هنا تشابهت نهاية الأسطر في المقاطع مثل الحالية الشادية لو تلاحظون أن النهايات واحدة هنا آخرها ياء وتأمر بوطة هنا أيضا ياء وتأمر بوطة واذكري مثالين آخرين من القصيدة على ذلك يوجد لدينا الكثير سوف أقوم بإعطاء المثال واحد وقومي أنتي بالبحث عن المثال الثاني هنا يوجد لدينا إن ذثر وأثر يوجد لدينا في نهاية المقاطع إن ذثر نفس النهاية أيضا كلمة أثر هل تلاحظون اتفاق نهايات الكلمات نعم حرف الثاء والراء وأيضا هنا حرف الثاء والراء كومي بالبحث عن نهايات أخرى للكلمات متفقة أتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم ألقاكم على خير بإذن الله في درس جديد من دروسي بغتنا الجميلة بغتنا العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر